لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها موقع أنا السلافي يقدم لكم هذه المادة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذه ترجمة مختصرة للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري أحد أئمة الدنيا علما ودينا وحفظا وكثرة تآليف جياد وقد طبقت شهرته الآفاق وصار اسمه العلم المفرد عند الإطلاق ولد في بلدة آمل من بلاد ثبرستان وحفظ القرآن وعمره سبع سنين وكتب الحديث وعمره سبع سنين ورحل في طلب العلم يافع وعمره إثنة عشرة سنة ودخل بغداد بعد وفاة الإمام أحمد بن حنبل سنة إحدى وأربعين ومئتين فلم يلقه وقد حاز مقام الإمامة في العلم وهو في مقتبل شبابه ثم غدا إماما فذا مشهودا له مرجوعا إليه في كل العصور وعلى مر الدهور قال الإمام الحافظ أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد في ترجمته كان أحد أئمة العلماء يحكم بقوله ويرجع إلى رأيه لمعرفته وفضله وكان قد جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره وكان حافظا لكتاب الله عز وجل عارفا بالقراءات بصيرا بالمعاني فقيها في أحكام القرآن عالما بالسنن وطرقها وصحيحها وسقيمها وناسخها ومنسوخها عارفا بأقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الخالفين في الأحكام ومسائل الحلال والحرام عارفا بأيام الناس وأخبارهم وله التفسير المشهور الذي لم يصنف أحد مثله جامع البيان عن وجوه تأويل آي القرآن وله الكتاب المشهور في التاريخ تاريخ الرسل والأنبياء والملوك والأمم وتهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الأخبار لم أر سواه في معناه إلا أنه لم يتمه وله في أصول الفقه وفروعه كتب كثيرة واختيار من أقاويل الفقهاء وتفرد بمسائل حفظت عنه قال الإمام أبو حامد أحمد ابن محمد الإسفراييني الفقيه لو سافر رجل إلى الصين حتى يحصل له تفسير ابن جرير لم يكن ذلك كثيرا وقال الإمام أبو بكر ابن خزيمة رحمه الله بعد أن وقف عليه نظرت فيه من أوله إلى آخره وما أعلم على أديم الأرض أعلم من ابن جرير وحدث علي بن عبيد الله اللغوي السمسمي عن القاضي أبي عمر عبيد الله بن أحمد السمسار وأبي القاسم بن عقيل الوراق أن أبا جعفر الطبرية رحمه الله قال لأصحابه أتنشطون لتفسير القرآن قالوا كم يكون قدره قال ثلاثون ألف ورقة فقالوا هذا مما تفنى الأعمار قبل تمامه فاختصره في نحو ثلاثة آلاف ورقة وأملاه في سبع سنين من سنة ثلاث وثمانين إلى سنة تسعين ثم قال لهم أتنشطون لتاريخ العالم من آدم إلى وقتنا هذا قالوا كم قدره فذكر نحوا مما ذكره في التفسير فأجابوه بمثل ذلك فقال إنا لله ماتت الهمم فاختصره في نحو مما اختصر التفسير وفرغ من تصنيفه ومن عرضه أي قراءته عليه يوم الأربعاء لثلاث بقين من شهر الربيع الآخر سنة ثلاث وثلاثمائة وقطعه على آخر سنة اثنتين وثلاثمائة قال الخطيب وسمعت السمسمية يحكي أن ابن جرير مكث أربعين سنة يكتب في كل يوم منها أربعين ورقة وحدث تلميذه أبو محمد عبد الله ابن أحمد ابن جعفر الفرغاني في كتابه المعروف بكتاب الصلة وهو كتاب وصل به تاريخ ابن جرير أن قوما من تلاميذ ابن جرير حصلوا أيام حياته منذ بلغ الحلم إلى أن توفي وهو ابن ست وثمانين سنة ثم قسموا عليها أوراق مصنفاته فصار منها على كل يوم أربع عشرة ورقة وهذا شيء لا يتهيأ لمخلوق إلا بحسن عناية الخالق وحكى تلميذه أبو بكر ابن كامل أحمد ابن كامل الشجري القاضي صاحب ابن جرير قال قال لي أبو جعفر رحمه الله حفظت القرآن ولي سبع سنين وصليت بالناس وأنا ابن ثمان سنين وكتبت الحديث وأنا ابن تسع سنين ورأى لي أبي في النوم أنني بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان معي مخلات مملوئة حجارة وأنا أرمي بين يديه فقال له المعبر إنه إن كبر نصح في دينه وذب عن شريعته صلى الله عليه وسلم فحرص أبي على معونتي على طلب العلم وأنا حينئذ صغير وكنا نكتب عند محمد بن حميد الرازي فيخرج إلينا في الليل مرات ويسأل عما كتبناه ويقرأه علينا وكنا نمضي إلى أحمد بن حماد الدولابي وكان في قرية من قرى الري بينها وبين الري قطعة ثم نعدو كالمجانين حتى نصير إلى ابن حميد فنلحق مجلسه ويقال إنه كتب عن ابن حميد فوق مئة ألف حديث وصار في رحلته إلى الكوفة فكتب فيها عن عدد من المحدثين ومنهم أبو كريب محمد ابن العلاء الهمداني وكان هذا شرس الخلق ومن كبار أصحاب الحديث قال أبو جعفر حضرت باب داره مع أصحاب الحديث فاتطلع من باب خوخة له والخوخة الباب الصغير على باب الكبير وأصحاب الحديث يلتمسون الدخول ويضجون فقال أيكم يحفظوا ما كتب عني فالتفت بعضهم إلى بعض ثم نظروا إلي وقالوا أنت تحفظ ما كتبت عنه قلت نعم فقالوا هذا فسله فقلت حدثتنا في يوم كذا بكذا وفي يوم كذا بكذا قال وأخذ أبو كريب في مسأله إلى أن عظم في نفسه فقال له ادخل إلي فدخل إليه وعرف قدره على حداثته ومكنه من حديثه وكان الناس يسمون به أي بسببه فيقال إنه سمع من أبي كريب أكثر من مئة ألف حديث ثم عاد إلى مدينة السلام بغداد فكتب بها ولزم المقام بها مدة وتفقها بها وأخذ في علوم القرآن وروى الشعر عن ثعلب قال أبو عمر محمد بن عبد الواحد الزاهد سمعت ثعلبا يقول قرأ علي أبو جعفر الطبري شعر الشعراء قبل أن يكثر الناس عندي بمدة طويلة ثم غرب فخرج إلى مصر وكتب في طريقه عن المشايخ بأجناد الشام والسواحل والثغور وأكثر منها ثم صار إلى الفسطات في سنة 53 ومائتين وكان بها بقية من الشيوخ وأهل العلم فأكثر الكتابة عنهم من علوم مالك والشافعي وابن وهب وغيرهم ثم عاد إلى الشام ثم رجع إلى مصر في سنة 56 ومائتين قال أبو جعفر لما دخلت مصر لم يبقى أحد من أهل العلم إلا لقيني وامتحنني في العلم الذي يتحقق به فجاءني يوما رجل فسألني عن شيء من العروض ولم أكن نشط له قبل ذلك فقلت له علي قول أن لا أتكلم اليوم في شيء من العروض فإذا كان في غد فصر إليه وطلبت من صديق لي العروض للخليل بن أحمد فجاء به فنظرت فيه ليلتي فأمسيت غير عروضي وأصبحت عروضيا وفي خلال تطوافه في البلدان وارتحاله لتلقي العلوم من كبار العلماء لاقى الألاقية والشذائد وبسه الجوع والعدم والإملاق غير مرة حتى فتق كمي قميصه وباعهما ليقتات بثمنهما حين أبطأت عليه نفقة والده وأملق وجاع حينما كان بمصر في حدود سنة ست وخمسين ومائتين قال أبو محمد عبد العزيز ابن محمد الطبري كان أبو جعفر من الفضل والعلم والذكاء والحفظ على ما لا يجهله أحد عرفه لجمعه من علوم الإسلام ما لم نعلمه اجتمع لأحد من هذه الأمة ولا ظهر من كتب المصنفين وانتشر من كتب المؤلفين من انتشر له وكان راجحا في علوم القرآن والقراءات والتاريخ من الرسل والخلفاء والملوك واختلاف الفقهاء مع الرواية كذلك على ما في كتاب البسيط والتهذيب وأحكام القراءات من غير تعويل على المناولات والإجازات ولا على ما قيل في الأقوال بل يذكر ذلك بالأسانيد المشهورة وقد بان فضله في علم اللغة والنحو على ما ذكره في كتاب التفسير وكتاب التهذيب مخبرا عن حاله فيه وقد كان له قدم في علم الجدل يدل على ذلك مناقضاته في كتبه على المعارضين لمعاني ما أتى به وكان يحفظ من الشعر للجاهلية والإسلام ما لا يجهله إلا جاهل به وكان قد نظر في المنطق والحساب والجبر والمقابلة وكثير من فنون آداب الحساب وفي الطب وأخذ منه قصطا وافرا يدل عليه كلامه في الوصايا وكان فيه من الزهد والورع والخشوع والأمانة وتصفية الأعمال وصدق النية وحقائق الأفعال ما دل عليه كتابه أدب النفوس الجيدة والأخلاق النفيسة وكان شديد التوقي والحذر والنزاهة والورع ومع ما كان فيه من الاشتغال بالتصانيف والحديث والإملاء لابد له مع ذلك من حزبه من القرآن ويقال إنه كان يقرأ كل ليلة ربعا أو حظا وافرا أي ربع القرآن الكريم وكان أبو جعفر مجودا في القراءة موصوفا بذلك يقصده القراء البعداء والناس للصلاة خلفه يسمعون قراءته وتجويده قال أبو بكر ابن مجاهد أحمد بن موسى البغدادي شيخ القراء في عصره ما سمعت في المحراب أقرأ من أبي جعفر ابن جرير وقال أبو علي الطوماري كنت أحمل القنديل في شهر رمضان بين إيدي أبي بكر ابن مجاهد إلى صلاة التراويح فخرج ليلة من ليالي العشر الأواخر من داره وجتاز على مسجد فلم يدخله وأنا معه وسار حتى انتهى إلى آخر سوق العطش فوق باب مسجد محمد بن جرير ومحمد يقرأ سورة الرحمن فاستمع قراءته طويلا ثم انصرف فقلت له يا أستاذ تركت الناس ينتظرونك وجئت تسمع قراءة هذا فقال يا أبا علي دع هذا عنك ما ظننت أن الله تعالى خلق بشرا يحسن يقرأ هذه القراءة وكان أبو جعفر يكره أن يخص أحدا من الطلبة بشيء من العلم دون سائر الجماعة فحرص أبو بكر بن مجاهد مع موضعه في نفسه وعند أبي جعفر أن يسمع منه منفردا قراءة ورش عن نافع عن يونس ابن عبد الأعلى عنه وكان يقصد فيها فأبى إلا أن يسمعها مع الناس مما أثر في نفس أبي بكر بن مجاهد وكان إذا قرأ عليه جماعة كتابا ولم يحضره أحدهم لا يأذن لبعضهم أن يقرأ دون بعض وإذا سأله إنسان في قراءة كتاب وغابا لم يقرئه حتى يحضر وكان عازفا عن الدنيا تاركا لها ولأهلها يرفع نفسه عن التماسها وكان كالقارئ الذي لا يعرف إلا القرآن وكالمحدث الذي لا يعرف إلا الحديث وكالحاسب الذي لا يعرف إلا الحساب وكان عالبا بالعبادات جامعا للعلوم وإذا جمعت بين كتبه وكتب غيره وجدت لكتبه فضلا على غيرها وكان أبو جعفر ضريفا في ظاهره نظيفا في باطنه حسن العشرة لمجالسيه متفقدا لأحوال أصحابه مهذبا في جميع أحواله جميل الأدب في مأكله وملبسه وما يخصه في أحوال نفسه منبسطا مع إخوانه حتى ربما داعبهم أحسن مداعبة وربما جيء بين ذيه بشيء من الفاكهة فيجري في ذلك المعنى ما لا يخرج عن العلم والفقه والمسائل حتى يكون كأجد جد وأحسن علم وقد كان يمضي إلى الدعوة يدعى إليها وإلى الوليمة يسأل فيها ويكون ذلك يوما مشهودا من أجله وشريفا بحضوره وكان يخرج مع بعضهم إلى الصحراء فيأكل معهم وكان إذا دخل منزله بعد المجلس لا يكاد يدخل إليه أحد لتشاغله بالتصنيف إلا في أمر مهم وكان إذا أهدى إليه مهد هدية مما يمكنه المكافأة علي قبلها وكافأة وإذا كانت مما لا يمكنه المكافأة عليها ردها واعتذر إلى مهديها ووجه إليه أبو الهجاء ابن حمدان الأمير عم سيف الدولة ثلاثة آلاف دينار فلما نظر إليها عجب منها ثم قال لا أقبل ما لا أقدر على المكافأة عنها ومن أين لي ما أكافئ به عن هذا فقيل ما لهذا مكافأة إنما أراد التقرب إلى الله عز وجل فأبى أن يقبله ورده إليه وأهدى إليه أبو المحسن المحرر جاره فرخيني فأهدى إليه ثوبا وكان يختلف إليه أبو الفرج الأصبهاني الكاتب يقرأ عليه كتبه فأخمس أبو جعفر حصيرا لصفة له صغيرة فدخل أبو الفرج الأصبهاني وأخذ مقدار الصفة واستعمل له الحصير أي أوصى أن تعمل له متقربا بذلك له وجاءه به وقد وقع موقعه فلما خرج دع ابنه أي ابن أبو الفرج ودفع إليه أربعة دنانير فأبى أن يأخذها وأبى أبو جعفر أن يأخذ الحصير إلا بها وقال أبو بكر ابن كامل كان أبو جعفر مليا بما نهض فيه كان أبو جعفر مليا بما نهض فيه من أي علم كان وكان متوقفا عن الأخناق التي لا تليق بأهل العلم ولا يؤثرها إلى أن مات وكان يحب الجد في كل أحواله وقال لنا أبو جعفر ما حللت سراويلي على حرام ولا حلال قط لأنه لم يتزوج رحمه الله وسأله يوما سائل عن نسابه فقال محمد بن جريس فقال السائل زدنا في النسب فأنشذه لرؤبة قد رفع العجاج ذكري فادعني باسمي إذا الأنساب طالت يكفني وحضرته حين حضرته الوفاء فسألته أن يجعل كل من عاداه في حل وكنت سألته ذلك لأجل أبي علي الحسن بن الحسين الصواف لأني كنت قرأت عليه القرآن فقال كل من عاداني وتكلم فيه في حل إلا رجلا رماني ببدعة وكان الصواف من أصحاب أبي جعفر وكانت فيه سلامة ولم يكن فيه ضبط روية العقل فلما أملأ أبو جعفر ذيل المذيل ذكر أبا حنيفة وإطراه وقال كان فقيها ورعا فتكلم الصواف في ذلك الوقت في أبي جعفر لأجل مدحه لأبي حنيفة وانقطع عن أبي جعفر وبسط لسانه فيه كان يقوم فيصل الظهر في بيته ويكتب في تصنيفه إلى العصر ثم يخرج فيصل العصر ويجلس للناس يقرئ ويقرأ عليه إلى المغرب ثم يجلس للفقه والدرس بين يديه إلى العشاء الآخرة ثم يدخل منزله وقد قسم ليله ونهاره في مصلحة نفسه ودينه والخلق كما وفقه الله عز وجل وكان أسمر إلى الأدمة أعين نحيف الجسم مديد القامة فصيح اللسان كبيرا لحيا ولم يغير شيبة وكان السواد في شعر رأسه ولحيته كثيرا قال الأستاذ محمد كرد علي في كنوز الأجداد في ترجمة الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله وما أثر عنه أنه أضاع دقيقة من حياته في غير الإفادة والاستفادة روى المعافى بن زكريا عن بعض الثقات أنه كان بحضرة أبي جعفر الطبري رحمه الله تعالى قبل موته وتوفي بعد ساعة أو أقل منها فذكر له هذا الدعاء عن جعفر بن محمد فاستدعى محبره وصحيفة فكتبه فقيل له أفي هذه الحال يعني وهو في النزع أفي هذه الحال فقال ينبغي للإنسان ألا يدعى اقتباس العلم حتى الممات رحمك الله تعالى يا أبا جعفر لقد استنفت الجهد والدقائق والثواني في خدمة العلم وتحصيله ونشره وتدوينه فكنت إماما وقدوة في حياتك وبعد مماتك ويصدق عليك قول القائل سعدت أعين رأتك وقرت العيون التي رأت من رآك أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على مصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين